اهلا بحضراتكم من جديد لعب عنده شخصية في الملعب محمود أبو سلم لاعب متقلق وإن شاء الله يكون مستقبل الأهلي ومنتخب في مركز الديفندر أسماء محمد لعب ممتاز وينتظر مستقبل باهر أحمد عبد الله لعب رائع وله مستقبل كبير مع النادي الأهلي عربي يعني رأي الناس بتحملك مسؤولية كبيرة أكيد طبعا كابت طبعا بشكر الناس كل الناس اللي هم بتكلموا كلمة كويسة عليها وطبعا بشكر الناس برضو اللي هم بتكلموا كلمة مش كويسة فطبعا بشكر كل الناس وإن شاء الله يكون عنده حصن ظن الناس اللي هم بيسندوني وبيدون الدعم وأنا إن شاء الله يكون عنده قد السيقة اللي هم بيدي نهالي إن شاء الله طيب عايزين برضو نستعرض يعني نشوف أرقام عربي بدر في مشاركاته مع النادي الأهلي سنة دي في الدوري 2019-2020 شارك أربع مباريات 184 ديئة شارك 184 ديئة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكو دلوقتي التاميرات الصحيحة العربي بدر 126-88 صحيحة نسبة التاميرات الصحيحة ما شاء الله 84% دي نسبة كبيرة جدا وجيدة العرضيات أربعة من رغم إنه بيلعب في مركز غير مركزه هو مركزه أصلا خط وسط مدافع لكن أجاد بشكل كبير في مركز الباكرايت استخلاص الكرة مرة من ست مرات في ملعب الخصم في النص الأمامي قطع التاميرات 10 التحمات الهوائية 2 من 5 الضغط على المنافس 4 من 8 ولو عندنا كمان التحركات عربي بدر في الملعب ما شاء الله يعني كم جاري كبير بيجري عربي بدر بيدل إن هو ما شاء الله لاعب شكر بيقدر يجيد في كذا مركز ودي حاجة ميزة كويسة جدا النهار ده اللعيب اللي بيلعب في كذا مركز ببليء الأولوية والأفضلية في الملعب بتشوف أيمن أشرف أيمن أشرف بيلعب باكليفت بيلعب مساك ممكن يزيد في نص المرحب شايفين دي تحركات عربي بدر في حكة الباكريت المكان اللي وظفه فيه مسيماني وأجاد فيه بشكل كبير ما شاء الله يعني شايفين التحركات يعني ما للمكان كله ناحية المين وفيه كميات جار كبيرة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي